بسم الاب والابن وروح الكدس الاله الوحد امين اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تي نحتي يعني اؤمن احنا كنا على مدى عدة حلقات درسنا عقيدة الثلوس امنا بان الله واحد في جوهره لكنه مثلث في اقانيم وثلاثة اقانيم هما الاب والابن والروح الكدس ثلاثة اقانيم كائنين في الجوهر الالهي منذ الازل يعني الاب ملوش بداية والابن ملوش بداية وكذلك الروح الكدس وقلنا ان ثلاثة اقانيم الاب والابن وروح الكدس مشتركين في جميع صفات الجوهر الالهي يعني ضابط الكل خالق غير محدود قادر على كل شيء كل هي القدرة كل هي الرحمة كل هي المعرفة كل الصفات دي موجودة في الجوهر الالهي موجودة في القاب وفي الابن وفي الروح الكدس بالتساوي لكن اللي بيميز جوهر القاب انه هو الوحيد الينبوع خارج منه الابن مولود وخارج منه الروح الكدس منبثق فالابن صفته الاكنومية انه مولود ودي صفة مش موجودة في الاكنومين التانيين والروح الكدس صفته الاكنومية انه منبثق ودي برضو صفة مش موجودة في الاكنومين التانيين والاب صفته الاكنومية انه هو الينبوع هنا ده تميز الأقانيم مع وحدة الجوهر ولا يمكن أن أتخيل انفصال أو تعدد في الجوهر الإلهي جوهر واحد ما يمنعش أن يبقى فيه ثلاث أقانيم وثلاث أقانيم ما يمنعوش أن يكون فيه جوهر إلهي ونحن نعبد إلها واحدا في ثلاثة أقانيم الجزء بقى اللي عايزين يدرسوا النهار ده أقول إيه فايدت إن إحنا عرفنا أن الله ثلاث مش كان أسهل إن إحنا نعرف أن الله هو واحد وتخلص القصة في الحقيقة لما عرفنا أن الله ثلاث المعرفة دي اللي هي الإعلان الإلهي اللي أعطي للبشر في ربنا يسوع المسيح الإب علمنا المحبة لأن المحبة لازم تكون بين أطراف مش ممكن أكون أنا قاعد لوحدي تماما في زنزانة في حبس انفرادي وأقول إن أنا بحبه بحب مين فلابد يكون فيه شخص أنا بحبه طيب لو إن الله واحد هيبقى بيحب مين حب الخليقة يبقى الخليقة مفروضة إنها تكون كائنة مع الله منذ الأزل نفس الوقت نفهم يعني إيه شركة لأن إحنا اتفقنا الأسبوع اللي فات إن العلاقة بين الأقنين بتتلخص في ثلاث كلمات المساواة دي في الجوهر التمايز دي في الأقنومية الشركة ودي في العمل فالإنسان الذي يؤمن بالثلوث يعرف يشتغل مع الناس ما يبقاش أناني أو نعزالي أو بيشتغل لوحده فإحنا فهمنا روح الفريق من إيماننا بالثلوث وفهمنا يعني نحب الآخرين حتى لو اختلفوا معنا وفهمنا كمان إزاي أحترم وجود الآخر يعني وجود الآب ما بيلغيش وجود الابن وروحه الكدس وجود الابن ما يلغيش وجود الآب وروحه الكدس وبالتالي أنا كمان وجودي مش هيلغي وجود زميلي أو أخويا أو جاري أو حد تاني بوجود آخر ما بيلغيش وبالتالي أنا ما نزعيش من وجود آخر لا يوجد روح منافسة إحنا كلنا في شركة الحب زي بزبط أخدناها كده من الثلوث الكدس لكن أنا عايز ركز النهاردة عن على نقطة مهمة جدا هي إن إحنا لما عرفنا أن الله سلوث ابتدينا نبقى علاقتنا بالله أكثر وضوحا مع إيماننا بأن الله واحد طبعا لكن بنؤمن بتميز الأقانيم ودي أعتقد يعني شبعة شرح في المرات الفاتت وعشان برضو أفكركم قلت التمايز بين الأقانيم زي التمايز بين العقل والفكر الموجود في العقل والروح بتاعت الإنسان العقل غير مرقي والفكر غير مرقي تقول ما أنت قاعد ساكت إحنا مش عارفيني أنت تفكر في إيه والروح غير مرقي لكن ده غير ده غير ده والثلاثة فيه كيان واحد أنت عندك عقل وروح والعقل دائما بينتج أفكار ولو ما فيش روح يبقى ما فيش عقل ولا فيه أفكار يبقى الإنسان مات ولو ما فيش عقل هيبقى مش إنسان يبقى حيوان عشان تبقى كيان إنساني لازم فيه روح كبتكلم غير الجسد خالص روح غير مرقية وعقل غير مرقي وأفكار مولودة من العقل باستمر الأفكار دي هي اللي ممكن تظهر لينا لما بنتكلم أو بنكتب أو بنرسم أو بنعمل أي حاجة عشان كده الأقنوم المسؤول عن الظهور للبشرية والخليقة هو الإبن المولود من الآب طيب أنا بقى لما أجي أتعامل مع الله بفهمها إزاي وعلاقتنا بالسلوس بتبان قوي فيه الصلاة وفيه العطاء الذي يعطيه لنا الله هناك قاعدة أحب تحفظوها هنقول فيها كل شيء من الآب بالإبن في الروح الكدس ممكن نحفظها كل شيء من الآب يعني الآب هو مصدر كل الخيرات الأشياء دي جيلنا عن طريق الإبن في الروح الكدس حتى عندنا نص في رسالة معلمنا يعقوب صح واحد عدد سبعتاشر بيقول كل عطية صالحة كل وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار اللي هو الآب يبقى الآب هو مصدر كل الخيرات الخيرات دي جيلنا ليه جيلنا عشان خاطر الاب جيلنا عن طريق مين الروح الكدس قبل ما أدخل في النصوص عايز أطابق العبارة بتاعت كل شيء من الآب بالإبن في الروح الكدس على قصة زواج إسحاق أفكركم بيها ودي موجودة في سفر التكوين إسحاق 24 إبراهيم أبو الأباء استدعى قلي عازر الدمشقي وقال له روح هات عروسة لابن إسحاق فقلي عازر الدمشقي أخذ عشرة جمال من جمال مولاه وحملها بالبضاعة وراح علشان يجيب عروسة لإسحاق قصة دي كلكوا عارفينها بس أنا عايز أخذ لها تفسير كده في المسيح خلينا نقول إبراهيم يرمز للأب وإسحاق يرمز للأب والعروسة ترمز للكنيسة أو النفس البشرية المرتبطة بالمسيح العازر الدمشقي ممكن يرمز للروح الكدس خصوصا إن كلمة ألي عازر يعني الله يؤازر يعني الله عوني الله مساعدي ودي صفة مهمة في الروح الكدس إن هو المؤازر والعون والمعزي اللي حصل هنا إن العازر الدمشقي أخذ عشرة جمال محملة بخيرات إبراهيم وراح يديها المين للعروسة عشان خطر مين عشان خطر العريس يعني زي ما يكون حضرتك رايح تجامل في فرح بس أنت يعني من طرف العريس متعرفش العروسة العريس ده صديقك فإنت رايح تسلم عليها وتهنيها وتفرح بيها عشان خاطر العريس اللي هو صديقك فإذن الخيرات رايحة للعروسة عشان خاطر العريس مش عشان خاطر العروسة لأن دي خيرات الآب اللي هو إبراهيم رايحة بيد العازر عشان خاطر الابن اللي هو سحاء ورايحة للعروسة لو ان اي بنت غير رفقة قبلت ان تكون عروسة اسحاق كنت هتاخد الخيرات دي ولو رفقة رفضت ان هي تكون عروسة لاسحاق ما كنتش هتاخد حاجة اذا الخيرات فعلا رايحة باسم الابن ورايحة للعروسة جاية من عند الاب اللي هو ابراهيم بواسطة العازر اللي هو يرمز للروح القدس تعال بقى انطبعها علينا انت او انتي احنا نفوس بشرية مدعوين ان نكون عرائس للمسيح الخيرات جاية من عند الاب عشان خاطر الاب وتوصل لنا عن طريق الروح القدس ارجو المسأل ده يكون واضح في زينام لانه يخلينا دايما فرحانين بعلاقتنا بالسلوس كل خير جاي من السماء جاي من ما يصدره الاب زي ما قال معلمنا يعقوب في الاية اللي لسه ارينها ان كل عطية صالحة وكل ما هو تامة هي من فوق نازلة من عند اب الانوار طب نازلة ليه عشان خاطر المسيح طب مين جايبها لنا الروح القدس شوفوا بقى المسيح قال ايه في يوحنى 14-13 قال مهما سألتم باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب بالاب يبهن السؤال باسم المسيح وقال لنا في يوحنى 16 كل ما طلبت من الاب باسمي يعطيكم وقال مرة تاني انا هو الطريق والحق والحقيقة ده المسيح الاب الطريق الوحيد مش طرق كتيره وده احدهم لا هو الطريق الوحيد والحق الوحيد والحياه الوحيد هو المسيح ليس احد يأتي الى الاب الا بيه يبه احنا وصلنا الى الاب عن طريق الاب عشان كده يقول برضه في يوحنى 6 كل ما يعطيني الاب فالي يقبل ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا يبه الاب هو اللي بيجذبنا للاب والابن هو طريقنا الى الاب مرة تاني لا يقدر احد ان يقبل الي اللي لم يكتذبه الاب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم الاخير بصوا على النص ده كده بتركيز الاب يكتذبنا فاحنا نجري على الاب عشان يوصلنا الى الاب كل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي ومرة تاني يقول لهذا قلت لكم انه لا يقدر احد ان يأتي الي اللي لم يعطى من ابي ومرة تاني يقول لي قلت يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي ركز في الحتاة دي ان احنا الوسيلة الوحيدة للوصول الاب هي الاب الاب هو الله والابن هو ابن الله يقول في يحنى 16 في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست اقول لكم اني انا اسأل الاب من اجلكم لان الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرقته ببساطة احنا بنتكلم مع الله بدلة الابن عشان خاطر الابن هو يدينا ودن ويسمعنا عشان خاطر الابن فالمسيح قال الي هتطلبه من الاب باسمي هيديك عشان كده تلاحظوا ان احنا كنيستنا الي واخدى بالها من هذه الحقيقة في الصلاة الربانية بنقول ابانا الذي في السماوات هنا بنكلم الاب فجينا في الاخر قلنا بالمسيح يسوع ربنا لان لو ما كانش الصلاة دي مختومة بالختم بتاع بالمسيح يسوع ربنا يبا كيف يكون له قبول عند الاب وكلمة بالمسيح يسوع ربنا بنقولها في كل صلواتنا تقريبا بالصيغة دي او بصيغة تانية زي اللي انتو حظنها بنقول بالنعمة والرقفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا ولهنا ومخلصنا يسوع المسيح لازم الختم ده عارفين الدهب لو ما كانش مختوم انت تتشكك فيه لازم قبل ما الصيغ يبيع لك دبلة ولا خاتم ولا حلق ولا غويشة ولا اسويرة يكون عليها ختم عشان نتطمن ده دهب فالصلاوات بتاعتنا عشان توصل الاب لازم تتختم باسم الابن والروح الكدس يعد يلاقي الناس بتصلي باسم الابن يرفع الصلاوات للآب بقت سمفونية جميلة في علاقتنا بالسلوس انا اتكلم مع الاب عشان خاطر الابن يسمعني والروح الكدس هو اللي بيوصل الصلاوات وبيجيب لنا قط الباط هي دي اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول في رسالة تمساوس الاولى لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح وارجوكوا تركزوا في النص اللي قدامكم ده اولا هو الاله واحد وبين قال الانسان الواحد اذا ربنا يسوع المسيح هو الاله وهو الانسان الاله لانه ابن الاب المولود منه قبل كل الدهور منذ الازل وانسان لانه تجسد في ملء الزمان هو هو نفس الشخص هو اللي هو الله بحق بذاته صار انسان زي بالزبط طبعا دي هناخدها بالتفصيل لما نتكلم عن التجسد بس لازم تفهمها دلوقتي زي ما يكون واحد طبيب وبقى ظابط هو هو شخص واحد فهو ابن الله وصار ابن انسان مش شخصين لكن شخص واحد هو اله واحد وانسان واحد عشان هو ابن الاب وهو ابن انسان صار وسيط بيننا وبين الاب عشان كده يقول يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله عن الاب والناس اللي هو احنا مين بقى بصفته الانسان يسوع المسيح وهو ده اللي بيخلينا نقول لما نجي نتكلم على الاب نتكلم بدلة الاب وبرضه قال عنه معلمنا يحنا لنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار شمعنا المسيح لانه هو ابن الاب وهو ابن انسان في نفس الوقت فبقى هو اللينك هو العلاقة او الرابطة اللي بتربطنا بالاب فلما نتكلم مع الاب نقول له عشان خطر الاب فتقبل الصلاة على طول طب دي علاقتنا مع الاب عن طريق الاب ايه دور الروح القدس يقول معلمنا بولس الرسول في كورنسوس الاولى ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع اناثيمة كلمة اناثيمة كلمة يوناني معناها محروم او ملعون فبيقول لو واحد فيه روح الله القدس مش ممكن يتكلم كلام وحش عن المسيح والعكس ليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس يعني عشان واحد يؤمن بالمسيح ان هو ربنا لازم الروح القدس هو اللي يعطي له هذه المعرفة وهذه النعمة يبقى شوف العلاقة بيننا ان الاب يكتذبني للابن الروح القدس يعلمني عن الابن طب اول ما اجي للاب يروح واخدني للاب وابقى ابني للاب وابقى مسكن للروح القدس نتكلم نتكلم مع الاب بدلة الابن والروح القدس يرفع صلواتنا ويجيب لنا التلبات يجيب لنا التلبات دي زي ما قال ربنا يسوع ذاك يمجدني الروح القدس يمجد الابن طريقة التنجيد ايه؟ قال يأخذ مما ليه ويخبركم مما ليه يعني ايه؟ يعني لو انت عايز حكمة بنطلب من الاب يعطينا حكمة الابن بواسطة الروح القدس يأخذ مما ليه ويخبركم عايز طهارة نطلب من الاب يعطينا قدسة الابن يوصلنا بالروح القدس عايز وداعة عايز معرفة عايز اي حاجة بنطلب من الاب يحوت كده الروح القدس على المخزم اللي هو الابن يجيب ويدينا عشان خاطر الابن وقال المسيح كل ما الاب هو ليه لان فيه مساواة تمة في الجوهر وقال لهذا قلت انها يأخذ مما ليه ويخبركم عشان احنا خلي بالكم في المسأل بتاع زواج اسحاء قلنا ان العزر الدمشقي اخذ خيرات الاب ودها للعروسة طب هو الخير بتاع ابراهيم مش هو برضو بتاع اسحاء مش اسحاء هو ابن ابراهيم وكل الخير ده بتاعه عشان كده ربنا يسوع قال ايه هياخذ مما ليه يعطيكم او يخبركم يخبركم يعني بالخبرة مش مجرد عطاء عادي طب ما احنا بنقول ده القاب هو المصدر الخيرات يقول طب ما كل ما للقاب هو ليه عشان كده احنا لما بيتعامل مع السلوس تعامل جميل ايه القاب السماوي اعطينا نعمتك ورحمتك وبركاتك فيبعت لنا الروح الكدس عشان خاطر الاب وطبعا اوضح مثل للعلاقة دي في القداس في القداس بنقول للقاب عايزين نتحد بالاب عايزين جسد المسيح على المدفع فيرسل الروح الكدس يحول الخبز الى جسد المسيح ويحول الكأس الى دم المسيح كلكم عارفين ان ده عامل الروح الكدس بنقول سر حلول الروح الكدس ابونا في الصلاة بيقول روحك الكدس يحل علينا حط ايده على دماغه وعلى هذه القربين الموضوعه هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له والمسيح الذي فيه هذه الكأس دما كريما للعهد الجديد الذي له هنا اللي بيحل هو الروح الكدس بس بيحول الخبز والخمر الى جسد الرب ودمه جسد الابن مين بقى اللي بيعمل الشغلان دي كلها عطيته الاب يبقى احنا بنتوسل الاب عشان يدينا جسد الاب فيبعث الروح الكدس يعطينا جسد الاب نموذج رائع نتكلم مع الاب عشان خطر الاب الحاجة الوحيدة اللي تخلي الاب يدينا ودانه ان احنا تابع الاب واللي بيوصل الصلاة الروح الكدس واللي يجيب الاستجابة الروح الكدس جايب الاستجابة من الاب عشان خطر الاب تاني انا بتكلم مع الاب عشان خطر الاب والاب بيسمعني عشان خطر الاب والوسيط بنا اللي طالعه نازل يجيب وده الروح الكدس يعني كده ببساطة نفهمها بالطريقة دي ومن اهم الحاجات اللي اخذناها لما اتعاملنا مع الاب بالابن في الروح الكدس هي التبني لله الاب التبني لله الاب عبرت عنه التزبيحة بعبارة صغيرة جميلة جدا وعميقة هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له اخذ ايه المسيح اخذ بنوتنا الادم هو اصلا ابن الله ملو ملنا لما جيه تجسد من العدرة مريم صار ابن بشر فاخذ الذي لنا رح اطوله اعطانا الذي له ان هو ابن الاب فصرنا احنا ابناء الاب ودي قالها معلمنا بولس في اكتر من مكان بصوا كده في رمية 8 قال اذ لم تأخذ روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الروح وروح الكدس والتبني تبني لله الاب والسبب في ان احنا ابناء الاب ان احنا بقينا متحدين بالاب انتهى الجمال شوف خلو يا له احنا اتحدنا بالابن بقينا حاجة وحدة معا فمن خلاله بقينا ابناء الاب وبقى فينا روح الابن اللي هو روح التبني اللي هو روح الكدس وبالتالي نقدر نصرخ للاب نقول له يا ابا لما نيجي نقراها ما نقولش يا ابا الاب نقول يا ابا اللي هو الاب يعني يا ابا الاب يعني الاب صار ابانا ويقول له الروح نفسه روح كدس يشهد لاروحنا اننا اولاد الله ليه احنا اولاد الله لان احنا بقينا متحدين بالمسيح في المعمودية وفي التناول لما يشهد ان احنا اولاد يبقى احنا ورثة ورثة الله وورثونا مع المسيح مش المسيح هو ابن الله الوحيد يبقى هو الوريس الوحيد طب احنا لما بقينا معاه بقينا ورثة معاه لملكوت السماوات مين بيعمل حكاية دي سلوس كله احنا ابناء الاب بواسط اتحدنا بالابن والروح الكدس هو روح التبني وروح المسيح والروح الساكن فينا واللي بيرفعنا لهذه المرتبة ومرة تاني في غلاطيا يقول معلمنا بولس ان المسيح جاء عشان يفتدي الذين تحت النموس عشان ننال التبني ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صريخا يا ابا الاب شوف جات مرتين مرة في روميا تمانية ومرة في غلاطيا اربعة اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارس لله بالمسيح شوفوا الروح الكدس هو اللي فينا بيخلينا ابناء فبقينا ابناء لاننا اتحدنا بالمسيح وفينا الروح الكدس ابناء لمين؟ للآب طب اتخيلوا احنا مش عايفين السلوس هنفهم دي ازاي ومرة تاني يقول في غلاطيا ثلاثة لانكم جميعا ابناء الله بالامان بالمسيح يسوع لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح لما يكون انا لبست المسيح وانت لبست المسيح وانت لبست المسيح كلنا لبسين المسيح واحد المسيح هو ابن الاب فلما كنا كلنا جواه بين ابناء الاب وبقى فينا الروح الكدس اللي هو روح التبني بما اننا ابناء نيرس ملكوت السماوات عشان كده الانسان اللي مش متعمد وما يبقاش ابن لله ازاي يارف مهما كان انسان صالح وطيب وحلو يعني زي بالزبط لما يكون لينا جار طيب جدا وحلو وحنا اكتر من اخوات لكن لما والدي توفى هيجي عزين لكن مش هديله في المراس وعمره ما يقول انت ظلمتني احنا اكتر من الاخوات ده انا اقرب اليك من اخوك اللي في الصعيد اقول له فعلا انت حلو وجميل وكويس بس ده المراس لازم للابن للورا يظلمتني في حد في الدنيا يقول ظلمتني عشان مديوتوش في مراس ابويا وهو مش اخويا عشان كده اي انسان صالح وطيب وكويس ياخد مكافئته في الارض لكن السماوات دي مراس المراس يعطى للابناء فبزاي نبقى ابناء الاب ان احنا نتحد بالابن الوحيد المسيح مين بيوحدنا بالابن الروح الكدس في المعموداي اول ما نتحد بالابن نبقى ابناء من خلاله لمين للاب ونبقى ورصة لملكوت السماوات عشان كده يقول في انجيل يحنى ودي انتو حفزينه اما كل اللذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه لان الاب يصير ابونا وبعدين يقول معلمنا يحنى في رسالته الاولى انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله بين اولاده من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه ايها الاحباء الان نحن اولاد الله ولم يظهر ماذا سنكون ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لاننا سنراه كما هو فنصير مثله معناها صورته تنطبع فينا هي دي اللي سماها معلمنا بطرس في رسالته شرقاء الطبيعة الالهي قال اللذين بهما قد بهب لنا الموعيد العظمى والثمينة ايه اعظم ان احنا نكون اولاد الله ايه اعظم ان احنا نبقى صورة ربنا مرة تاني ونملك معه في المجد الى الابد قال كده لكي تصيروا بها بالموعيد دي شرقاء الطبيعة الالهية شرقاء الطبيعة الالهية يعني ايه هنبقى الهة حاشة مش ممكن انسان يبقى الهة مش ممكن لكن هنبقى ابناء طبعا في فرق بين المسيح ابن الله بالطبيعة واحنا ابناء الله بالتبني التبني يعني نعمة عظيمة اعطاها الله لنا نشكر عليها للنهار والتبني ده هي خلينا ورصة مع المسيح بس يظل هو ابن الله الوحيد الحقيقي واحنا ابناء بالتبني في الملكوت هنبقى فعلا مارسين معهم بس هو ابن الله اللي نعبده ونسجد له ونسبحه الى الابد لكن هل احنا عشان بقى انا ابناء الله الملائكة تسبحنا حاشة طبعا لكن احنا والملائكة وكل التغمات هنقف الى الابد نسبح الله الاب والابن والروح الكدس هنسبحه بصفاتنا اولاده مش مجرد عبيد وخلائق لكن صرنا ابناءه ويظل الابن هو ابن الله بالحقيقة واحنا ابناء الله بالتبني بس عشان كمان نحقق دي يكمل معلمنا بطرس يقول هاربين من الفساد اللي دفع العالم بالشهوة عايز فعلا تبقى شريك الطبيعة الالهية بعيدا عن صفصفة الكلام والحوارات والديبيت وبقنا قليها ما بقناش قليها اهم حاجة اهرب من الفساد اللي في العالم بالشهوة عشان زي ما قال في العهن القديم كونوا قدسين لان اباكم الذي في السماوات هو قدوس فنتشبه به ونبقى شركاء الطبيعة الالهية ملخص الكلام النهاردة ان احنا معرفة السلوس هتخليني ازا يتعامل مع الله الله بنزبرنا بقاش غامض ده انا عارفينه وهذه المعرفة طبعا جزئية لان معرفة الله الكاملة مش ممكن الانسان يصل اليها لانه هو لا نهائي واحنا محدودين فهو من خلال معرفتنا للسلوس فهمنا ان الله القاب يصير قبلينا طبعا هيصير قبلينا ازاي الروح القدس وحدنا بالابن فنصير اعضاء جسد المسيح ومسكن للروح القدس وابناء القاب يعني لو احنا خرجنا بالتلت كلمات دول النهاردة ان احنا بقينا ابناء القاب واعضاء جسد القاب ومسكن للروح القدس هما ذول التلاتة أعضاء جسد الإبن مسكن للروح القدس ودول اللي بيخلونا نارس ملكوت السماوات أنت مش غريب أنت ابن الآب أنت عضو في المسيح أنت مسكن للروح القدس عشان كده باتكلم للآب بدلة أن أنا في المسيح وروح القدس هو روح التبني ده عمال يصرخ للآب يقوله ده ابنك وإحنا كمان عطايا جاهلنا من الآب عشان خاطر إحنا عضاء في المسيح بجبهلنا الروح القدس نحن أبناء الآب نحن في المسيح بالروح القدس هناخد بريك صغير ونرجع ناخد أسيرة حضراتكم اللي بتبعتوها على الواتساء بتاع البرنامج لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمن موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأب والإبن والروح القدس نسجد ونسبح ونقاطس لإله واحد خالق الأنفوص موسيقى له المجد الدائم والإكرام صاحب الهيباد والملكوت قادم أزلي قبل الأيام دائم باقي حي لا يموت قدوس الله قدوس الباقي قدوس الحي الذي لا يموت رب العرش البنيك العلوي نكرز ونبشر بسالوس موسيقى مبارك القاببط القلي مبارك القاببس على الماسي مبارك روح القدس الذي لا يزال يا جبلة والسجود مع الترزبير صاحب قدرة وسلطن عظيم حاكم عالب جيد وكريم إله واحد في ثلاثة بطالين يعجز عن وصفه كل فهيم نوهر واحد طبعي واحد وزاد واحد في الله الفاريد الثلاثة واحد في الجوهر من غير تفريد ولا تأسير نوهر واحد في ثلاثة بطالين من غير تفريد ولا تأسير سلطن واحد في ملك مطير مالك سماوات وكل الغطارين بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بكم مرة تاني الأسئلة اللي وصلت لنا النهارة قبل كده نجرب على بعضها حسب الوقت بتاع البرنامج واحد بيسأل إيه معنى الآب أعطى كل الدينونة للإبن مش الآب أيضا هو الديان طبعا كلمة الديان دي صفة جوهرية في السلوس يعني الآب ديان الإبن ديان الروح القدس ديان لكن لما يقول ربنا يسوع الآب أعطى كل الدينونة للإبن بصفته الإبن المتجسد صار واحد مننا صار صديق للبشرية صار ابن بشر زينا متحد معنا في جوهرنا البشري عشان كده زي ما شوفنا دواتي في الشرح هو الوسيط بيننا وبين الآب فهو أيضا ديان البشرية عشان كده هو الدينونة أعطيت للإبن مش عشان صفته اللاهوتية ولكن لأنه صار ابن بشر سؤال تاني هو فيه أخ من الزأزي اسمه بهجة بشرة خادم بكنيسة ماري جيرجس بيقول يعني مع إعجابي أو احترامي للشرح لكن اسمحوا لي أبدي رأيا عن حدود مثل هذه الشروحات القيمة فهي تفوق العقل المحدود لأننا ننظر الآن في مرآة في لغز وبعد المفكرين قال كيف ندرك من خلق إن كنا قد عجزنا عن إدراك ما قد خلق طبعا وبيقول إن أبونا منسة يحنى في كتاب شمس البير قال إن اللغة البشرية عجزة عن التعبير عن طبيعة الله طبعا كلامك مظبوط وأنا قلت كده في بداية شرحنا مش بس في السلوس كل الأمور اللهوتية إحنا عقلنا صغير مش يستوعب كل حاجة لكن بنشكر الله إنه أعلن لنا بعض المعلومات إلا بنعرف ندرسها ونعرف ما فيش حد فينا اقترح شروحات من عنده لكن ده ما قاله المسيح لما حضرتك تقرأ على بالتحديد مثلا إنجيل يوحن هتلاقي كل كل كلام المسيح عن الآب وعن الروح الكدس والأباء طبعا باستنارة إلهية خاصة شرحوا تفاصيل بنقدر نتعلمها منهم ونوصلها للناس ما ينفعش في الإيمان المسيح أقول لا أعرفها كده ممنوع الشرح أو دي حاجة ما قبلها بدون عقل لأن الله عندما أعطانا العقل كان قاصد يدهون عشان نفهم ومعلمنا بولس قال بالإيمان نفهم فالشرح واجب مش مجرد يعني جائز ده واجب يجب أنه كل خادم وكل أب كاهن وكل أب أسقف يشرح لشعب ويفهمهم والكتاب قال كونوا دائما مستعدين لهم جاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم ما ينفعش الإيمان المسيحي المستنير الجميل في الآخر نقول لا إحنا مش عارفين لا لازم نعرف لكن وإحنا بنعرف نقول إحنا مش عارفين كل حاجة فالتنين يمشوا مع بعض إن احنا بنعلن عجزنا عن المعرفة الكاملة لكن بنعرف حاجات حسب ما أعلن ربنا يسوع المسيح والسيد المسيح قال كده ليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب ومن هو الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له فالمعرفة الإلهية هي إعلان مش نتيجة اجتهاد البشر وزكائهم أو بحثهم أو اكتشافات أو اختراعات أو استنتجات أو توقعات كل حاجات دي متنفعش في معرفة الله لكن ما أعلنه الله لنا بروحيه القدوس وزي ما شفنا في محاضرة النهاردة الهدف إن إحنا نتعامل مع ربنا وإحنا عارفينه على قد ما بنعرف لو فيه إنسان بسيط الكلام اللي إحنا بنشرحه ده مش واصله مجرىش حاجة يخليه إذا في بسطه ويعرف يتعامل مع ربنا بطريقة بسيطة وربنا هيقرب منه ويفهمه كل حاجة بالطريقة اللي تناسبه زي ما إحنا بنتعامل مع طفل وبنتعامل مع حد من العلماء الكبار يعني لو فيه طفل صغير وقعدين بناكل وفيه أكله هيدره هقوله لا متأكلش من ده بس مش عارف هشرح له ليه طفل صغير عنده سكر عنده حساسية مثلا من الأمح عنده حساسية من اللبان فهو نفسي يأكل حاجة هتضره فأنا مش هشرح له التفاصيل العلمية لكن هقوله دي كخ دي وحشة لكن ما واحد من العلماء هشرحها له بتفاصيل أو نتناقش في معرفة أعمق كذلك الإنسان فيه إنسان بسيط معرفته بسيطة ربنا هيكشف له ذاته بطريقة نسبه مش شرط يكون كل الناس علماء لهوت لكن لما يكون واحد هو عنده عقله وبيفهم وبيفكر وبيدرس واخد علوم كثيرة في الجامعة يبقى من حقه كمان لما يعرف ربنا يعرفه بطريقة منطقية وعقلانية مع الإيمان وعلى قد ما ربنا إدانا من معلومات ومعرفة في الكتاب المقدس هنا بقى سؤال بينطبق على دي ليه بنطلق لفظ البنوة على الإبن والإنبساق على الروح الكدس ليه ما يكونش نفس اللفظ للإتنية وإيه الفرق باللفز برضو ده إعلان إله يعني السيد المسيح قال إن الروح الكدس الذي من عند الآب ينبثق ما قالش يولد لإنه لو يولد يبقى القاب له ابنين ولو القاب له ابنين يبقى فيه تعدد لكن هو قال إن الروح الكدس من عند الآب ينبثق والمسيح اسمه الابن لإنه مولود يبقى عندنا قاب واحد له ابن وحيد والآب والابن دول لهم روح كدس واحد عشان كده الروح الواحد اسمه الروح الوحدة في السلوس لو إن الأب عنده روحين يبقى فيه انقسام لو الأب عنده ابنين يبقى فيه تعدد لكن لما أب واحد عنده ابن وحيد والأب والابن لهم روح واحد يبقى دولت ثلاثة واحد طيب إيه الفرق بين الابن وروحه كدس الاتنين خارجين من إيه الفرق اللي هولنا كتاب المقدس إن الابن مولود وروحه كدس من بثق طيب إيه الفرق في معنى كلمة منعرفش لكن على الأقل أنا شرح تركه قبل كده إن في النار بنقول بتولد حرارة وينبعث الضوء مثلا الجنريتور مولد كهرباء وينبعث منه سخونة أو فيبريشنز كده زبدبات فحاجة زي كده ليه ما بنقولش توليد النور في الفيزياء ليه بنقول إنبعاث النور الضوء وليه بنقول توليد الحرارة وليه بنقول توليد الكهرباء لأن في الفيزياء هم فاهمين إن النور غير الحرارة لكن اللي اتنين فيها كيان واحد اللي هو النار والنور طالع بزبزبات وبمعادلات وسرعات غير الحرارة لكن تلاتها في كيان واحد طبعا الله ما هواش نار ولا هو شمس ولا هو احنا مش بنوع بد الشمس لكن دي تشبهات بس تقرب الفرق بالتنين لكن الحقيقة الكاملة يعرفها الله وحده ولما نوصل للسمى جايز يدينا حبة معلومات سؤال متى يحل الروح الكدس على الذبيحة في القداس احنا حاليا أو يعني ما هو مستقر في كنيسة فيه في وسط القداس حاجة اسمها سر حلول الروح الكدس ساعة ما الشمس بيقول اسجدوا لله بخوف ورعد كلنا بنسجد بنقول نصبحك نبركك نخدمك نسجد لك ويحل الروح الكدس علينا وعلى القربين يحول الخبز الى جسد الرب والمزيج اللي في الكأس الى دم المسيح لكن في تقليدنا الابط القديم ان الروح الكدس ملوش لحظة معينة منذ بداية الاداسة وحاضر معنا ومن ساعة ما بنا بيختار الاربانة في تقديمة الحمل بيبقى ليها قرامة الجسد بدليل ان احنا ما نقدرش نغير القربانة قبل حلو الروح الكدس نقول فرصة قبل ما يحل هات قربانة غيرها ما فيش حاجة زي كده وما منقدرش نتناول بعد حلو الروح الكدس بنستنى الاخر القدس فإذا هي ملحمة وقصة ورحلة متكملة من ساعة اختيار الحمل لغاية التناول وساعة ما بنحط على المسبح بيبقى ليه كرامة جسد الرب وما بنفكرش امتى بيتحول ولا بيتحولش يعني اللحظة لكن هي قصة على بعضها وبعض الدايسين يقولوا في بداية الاداس ساعة تقدمت الحمل ابونا بيصلي صلوة سرية اسمها سر التقدمة بيقول فيها اظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذه الكأس بيقولوا جايز يكون في اللحظة دي بيحصل التحول لكن اؤكد ليكم ان ابانا الادام الاقباط بتوقرون قولها ما كانوش بيحددوا لحظة معين ولكن قصة على بعضيها من اولها الاخيرة السؤال هل ممكن الكذب من اجل لم شمل المتخاصمين والمنع المشاكل ولا الصدق في كل الاحوال الكذب ملوش رجلين ولو انت عليكت مشكلة بالكذب هيبقى العلاج ده مؤقت لان حينما يكتشف الحقيقة تبقى المشكلة تعقدت فالافضل هو ان احنا ما نجذبش لكن كمان الحقيقة ما تتقلش بطريقة تسير مشاعر الناس وتعمق الخلاف لكن احنا نقدم نطبطب على الاطراف المتخاصمة ونقوله يا اخي خدها ابنية حسنة اغفر سامح ما فيش داعي لان احنا نمسك لبعضنا الاخطاء يعني مثلا حد غلط لما اقول لا ده مغلطش وقداري على غلطه ويتصلح لما يكتشف بعد كده لقني كان فيه غلط هيكرهني ويزعل مني ومشكلة تتعمق لكن لما انطبط ونقول ما فيش داعي ان احنا اخطأنا واحنا نفسنا كلنا لنا اخطاء فانت بتعالج بطريقة مظبوطة بدون كسب هي سؤال بيقول ازاي نقول في الصلاة للرب يسوع سبحك من اباركك طبعا كلمة ابارك انا لما اباركك يبقى بصفتي كاهن بحط ايدي على دماغك اصلي لك للبرك لكن بنبارك ربنا معناها ننسب له والبرك لما نقول لك القوة والمجد والبرك نباركك معناها نتكلم عنك كلاما جيدا خصوصا في اللغة اليونانية كلمة يبارك اف لغوس لغوس يعني كلمة وإيف يعني طيب كلام حلم فلما نقول عن الله كلام طيب بنبارك ولما ربنا بيباركك معناها قال عليك كلام حلم فإحنا بنتكلم عن الله كلام طيب هو ده التسبيح والبرك كيف أوصل عقيدة الثلوس لحد مش مصدق الثلوس دايما اللي مش مصدق الثلوس هو محتار ازاي يكون الله واحد وثلاثة فدي قلناها المرة فاتت حروف اللغة العربية كل حرف ثلاثي في نطقه الف باء تاء ثاء جيم الى اخره الانسان عنده ثلوس جوال هو الروح والعقل والفكر المولود من العقل والثلاثة في كيان واحد الشمس والنور والحرارة طلع منها النار كذلك فيه حاجات كتير واحد لكنها ثلاثية واحنا عندنا كمان معمودية واحدة لكنها ثلاثة غطسات سؤال ايه الفرق بين شفاعة الابن وشفاعة العدرة والكدسين العدرة والكدسين شفاعتهم توسلية زي ما أنا بتصلي لك وانت بتصلي لي ودي أمر في الكتاب المقدس لما قال صلوا بعضكم لأجل بعد وما قال نصلي وإحنا عايشين ولا وإحنا في السامة لأن الصلاة مش بتنتهي يعني ممكن نشاطاتنا الأخرى تنتهي لما نروح السامة يعني لشغال دكتور مش هيشتغل دكتور في السامة لشغال مهندس مش هيشتغل مهندس في السامة والأسيس أو الوعز أو اللي بيفتقد أو اللي بيدي أخوة الرب كل حاجة دي مش في السامة الحاجة الوحيدة اللي تستمر معنا هي الصلاة فلما أرسلوا بعدكم من أجل بعض هنصلي وإحنا عايشين في الأرض أو وإحنا عايشين في السامة دي اسمها شفاعة القدسين أما شفاعة الابن معناها أن عشان خاطر دم الثمين المسفوق على عود الصليب يتم غفران لكل إنسان تائب متعلق بالمسيح هنا الشفاعة إن فيه واحد مات بدالك اللي هي بدلية المسيح اللي إينا هو حمل خطيانا على كتافه وطلع بيها على الصليب ومات نيابة عننا هذا الموت النيابي هذه العقوبة البدلية اللي أخدها المسيح بدلنا هي اللي بتشفع فينا إن كل خطيانا تتغفر بسبب دم المسيح سؤال برجاء تفسير ما هي ردبة ملك صادق ومن منحها له وإيه علاقتها بالأب الباتريارك كلمة ردبة يعني طقس أو نظام وملك صادق مذكورة قصته في سفر التكوين لما تقابل مع أبينا إبراهيم وهو راجع من الحرب بتاعة قدر العمر وبتاعة سدوم وعمور بتاعة لوط وهو راجع منتصر قبل ملك صادق وإبراهيم قدل لملك صادق عشور وملك صادق بارك إبراهيم وطلع له خبز وخمر وانتهت القصة على كده لما جيه بعد كده بعدها بألف سنة داود قال نبوه عن المسيح أنت كاهن إلى الأبد على ردبة ملك صادق عشان يشاور إن كهنوت المسيح مربوط بالخبز والخمر معلمنا بوليس في رسالة العبرانيين انتهز الفرصة دي وقال ده كهنوت المسيح أعظم من كهنوت هارون لأن إبراهيم اللي هو جد هارون وجد لاوي اتبارك من ملك صادق وأعطاه العشور فإذا كهنوت المسيح أعظم اللي هو الخبز والخمر أعظم من كهنوت هارون اللي هو زبايح دموي طيب لما بنيجي في المزمور نقوله في الأداس في حضور البابا أو الأسقف مش مقصود بيها البابا ولا الأسقف مقصود على طاقس ملك صادق ده كلام للمسيح لكن بعدها بنقول الرب عن يمينك يا أبانا البطريالك البابا أمبط ودرس الثالث يبقى هنا الجزء الأولاني عن المسيح الجزء من أول كلمة الرب عن يمينك للبابا وللأباء الأسقف وقتنا خلص إلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله أسبوع الجان كلين عمر لإلهنا المجد الدائم إلى الأباد آمين اشتركوا في القناة